موسيقى مشاهدين الأكارم طيب الله وقاتكم أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بانوراما الناس لهذا اليوم سؤالنا مع قرب نهاية السنة الدراسية 2014-2015 سؤالنا هنا برأيك كيف تقيم عملية التعليم في مدينتك عبر هذا الموضوع سنتحاور بمشيئة الله قبل أن نبدأ مع اتصالاتكم نخرج ونشاهد هذا التقرير معا التعليم من أهم أنواع التنمية البشرية وهو الوصفة التي سارت عليها كل الدول والشعوب حتى وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم من تطور وتقدم غير أن التعليم في ليبيا ما زال متخلفا عن نظيره في العالم المتقدم عوضا على ما مر على البلاد بعد الثورة من أحداث أشغلت الحكومات المتعاقبة عن تطوير العملية التعليمية بشكل قوي وها نحن على أبواب نهاية عام دراسي كان قاسيا بعض الشيء على الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة فالطالب أثمن عنصر في العملية التعليمية ومصلحته فوق كل شيء غير أن الصراعات السياسية والعسكرية أضرت بالعملية التعليمية خصوصا في المنطقة الشرقية كبني غازي التي تشهد حال الحرب والتهجير منذ انطلاق عملية الكرامة حيث استغلت المدارس كمآوى للعائلات النازحة الأمر الذي أربك المشهد التعليمي برمته وهذا ليس حال بني غازي فقط بل معظم مدن الشرق كالبيضاء والمرج فالطلبة لزم بيوتهم لأشهر وهناك من التحق بفصول صغيرة داخل الأحياء ولم يستكمل المنهج الدراسي هذا بالإضافة إلى الآثار النفسية التي وقعت على الطلبة من مشاهد الدمار وأصوات المدافع وحالة الخوف والترهيب والنزوح في برد الشتاء والعنصر الثاني في أي مرحلة تعليمية هو المعلم الذي يعتمد عليه في تغيير النشأ الذي بدوره يحتاج لدورات رفع الكفاءة وهذا لم يتأتى لتأثيرات الوضع في ليبيا حال الانقسام السياسي في البلد ألقى بظلاله عامة على سير العملية التعليمية وأربك خطط الوزارة في التطوير والاهتمام بالطالب والمعلم والمدارس والوقوف على احتياجاتها من أثاث ومعامل وغيره لعل قادم الأيام ينهي حالة الانقسام والصراع في ليبيا وتلتفت الدولة إلى الاهتمام بالتعليم وصولا إلى غد مشرق يضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام أهلا أيضا بمن التحق بنا في هذه اللحظات نبدأ حوارنا مع السيد أنور من طرابلس أهلا وسهلا سيد أنور مساء الخير سيد أنور أهلا وسهلا بك سيد أنور نتحدث عن برأيك كيف تسير العملية التعليمية في مدينتك هو شوال أستاذ محمد قبل برنامج عندي رسالة وجهتها وعندي اليوم رسالة ثانية على صادق الغراني أن يصحب استقالك من دولة للفتا هذه حاجة المضوء اللي بنقول باللصف لمدينة طرابلس هو معلش التقرير يوضح كل شيء في تقريرك في فنوراما لكن القصة ما فيها أن ما تقول لي مدينة طرابلس الصراحة أنا ما ليس نجاوبك عن مدينة طرابلس لأنه ليس من الليبيين هذا ليس من طرابلس نعم أنت سيد أنور أنت ستتحدث عن طرابلس ومن في بنغازي سيتحدث ومن في سيرت سيتحدث ومن في سبه سيتحدث يعني كلهم حسب موقعي لأنني لماذا تقول تكي باش تكون صورة واقعة للجميع وصورة واقعة للشارع الليبي لو حتا حدثنا في طرابلس الاتجاه في طرابلس موجود في الاتجاه مثلا في بنغازي أنا أقول تكي لأنه أصلا مسيرة التعليمية صراحة شعفها لضعيفة جدا ليس وكان في طرابلس ولا في الجنوب والبنغازي يعني همني الليبيين همني شر طرابلس وليه بنغازي نعم هذا سوالي نيبس هذا إجابتي مهما كانت ولأن شعفاتها مسيرة للصورة التعليمية في ليبيا كلها في المناطق ضعيفة جدا للغاية صراحة نعم شكرا سيد أنور من طرابلس معنا أيمن من قصر الخيار السيد أيمن أهلا بك أهلا سهلا بك أستاذ محمد أهلا وسهلا سيد أيمن بالنسبة للصورة في مدينة كيفرخيار من ناحية المؤسفات التعليمية نعم سيد جدا مواشي في المسار الصحيح والحمد لله والله وقف الرعاة شكرا يا حر يا أستاذ محمد الحمد لله يعني كل شيء على ما يرام يعني الآن قاربنا على الامتحانات في الشهرين القادمين يعني كل شيء على ما يرام والطلبة يرتدون مدارسهم دون أي مشاكل أكيد أكيد أستاذ محمد والأمور الحمد لله وماشي الأمور من جميع النواحي الحمد لله نعم أيمن من قصر الخيار شكرا جزيلا لك أخوي أيمن معنا متصل آخر ليس بعد يعني نتحدث عن برأيك يعني كلهم في مدينته يوضح كيف سارت العملية التعليمية خلال العام الدراسي لا سيما نحن الآن مع قرب نهاية العام الدراسي الجديد يعني كل الطلاب الآن يستعدون لدخول الامتحانات يعني بعض المدن ربما تكون فيها الدراسة كما تحدث السيد أيمان من قصر الخيار أيضا في غالب مدن مناطق طرابلوس الدراسة التسير بشكل جيد أيضا يعني حسب المعلومات أيضا في مناطق الجنوب يعني باع إلا ما ندر في منطقة أوباري وذلك الاقتتال الدائر بين التبو والطوارق هناك ربما لا يوجد مدارس تستقبل الطلاب معنا سيد فتحي من طرابلوس فتحي أهلا بك فتحي فتحي السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم سيد فتحي أهلا بك حييكم هذا البرنامج لجميع الأخوة القايمين على هذه الحلقة حياك الله أخوي فتحي تفضل أستاذ محمد حابن عندي ملاحظة حابنقول لك علاوة بخطوص الفاصل الإعلاني اللي يجي من حين لآخر اللي يخص السفيري الأمريكي أولا نتمنى هذا الفاصل اللي يتغير بفاصل آخر يرضي 17 فبراير وفي نفس الوقت اللي نبينقول نحني 17 فبراير دوار 17 فبراير الحقين ليس من شيء من أن نغتال أي سفير في بلدنا بالعكس نحن الدول اللي وقفت معنا لأنجل الآن يعني مقدرين وقوفهم معنا وطبعا الطرف المستفيد من هذه العملية طبعا معروف من هم أصحاب الدولة المطاطة ولي رأسها دولة الإمارات أنا لا أستبهد من الإمارات من وراء هذا العمل نعم سيد سيد فتحي سيد فتحي بالنسبة لملاحظتك الحقيقة أنا لم يعني لم أفهم عن أي يعني لقطة كنت تتحدث ولكن الأخوة استمعوا إلى ما قلت إن شاء الله يعني سيكونون عند حسن ظنك تفضل بالنسبة لسؤالك الفاصل الألاني اللي يجي من حين الآخر تطلع مديعة وتتكلم هنا تقول والآن حدث بتاريخ كده كده تجي في قناة بنوراما ممكن أنت تبعها وحتشوفها شكرا شكرا يهمنا رأيك أخوي فتحي تفضل بالنسبة للسؤال سيد فتحي عودة لسؤالك ستري تفاضل فيما يخص التعليم الحمد لله تقدر تقول العملية التعليمية إلى حد المعقول يعني رغم المآشي اللي نهان وفاها والمشاكل اللي صايرة في بلازنا الحبيبة لكن ما عدا طبعا بنغازي بنغازي طبعا من تعرض لتدمير هذا المجرم حفظ حفظ شكرا رب يكون في قون أطفالنا بنغازي لكن فيما يخص المنطقة الغربية نقدر نقولك أغلب مناطق الغربية حسب متابعتي لهذا الملف إن التعليم على ميرام ولكن حاب نأكد على مادة معينة غير مهتمين بها في التعليم الآن وهي مادة التربية الوطنية كن يقولنا وزارة التعليم والتربية قبل ما كانش فيه تربية عندنا في التعليم في ليبيا حتى من حق كانت تعليم العام بالضبط نتمنى أنه فعلا بالفعل نهتموا بمادة التربية في التعليم وفي نفس الوقت المادة التربية الوطنية والوعي السياسي لأطفالنا لأن أطفالنا مغيبين الوعي السياسي ويجب أن يكونوا فيها ساتدة يباشروا عملهم فيما يخص موضوع التربية الوطنية لترشيخ الوطنية لأطفالنا وأولادنا شكرا جزيلا أخوي فتحي ملاحظاتك ستأخذ بعين الاعتبار إن شاء الله معنا أبو علي من سبها نأسف على طال أبو علي مساء النور سيد أبو علي عندك نغمة تانية تفضل أخوي أبو علي على أني ورأسي تفضل خلينا أرخش في الموضوع ديما يا سيد محمد في خلال سانوراما يعني نلاحظ أن أنا تقدم للناس التي تتنزل على السيد خليفة حفظ ويقف عملية السلام أنا لا حفظ يعني السيد فتح من ضمن الموايطين من ضمن لكن خلاص في الكلام هذا إنه بنسبة أننا حفظ دولة المراكب التباق أنهي من الشهارة أخوي أبو علي أرفع صوتك شويلة سمح نعم تفضل الآن واضح يا سيد محمد موهو يا سيد محمد سيد فتح ديما نازل على دولة الإمارات الشقيقة التي هي ساعدتنا من الأسل من ركائز من ركائز سورة 18 ضرائر الناس التي ساعدتنا من ضمن نعم نعم أخوي أنا بينسل سيد فتح نحن نكون يا سيد فتح لا لماذا 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 أعطيني المساح أنت ما تخصيح لا لا مش نفس شوف شوف أولا لا مش هو يبيه شوف هو أدلى بملاحظة على القناة ومرحبتين به وبعدها تكلم في الموضوع يعني إن كانت لديك ملاحظة بسيطة لا أريد أن يكون شجال بينك وبين فتحي أو شخص آخر أخوي أبو علي يا أخي سيد محمد أنا 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 أن تورد 17 فبراير ما ليش كان إن تورد مثلك يا سيد يا سيد يا سيد محمد لو كان نعم سيد فتحي ومن على شاكلك أنا ثورة 17 ورايح بس بروحهم هذه والله نحنا بريئين من بريئين من أنا شخصيا وواجدين من من الناس بريئين من ثورة يتهجر يتهجر ناس من فاورغة ويتهجر ناس من المشاشة ويتهجر حتى من قريض من بنغازي شوف أنا أنا نقول الكلام اللي لي وعلي أنا ما نمدفتش هذا شوف ما حدث لا علاقة له بأن تنكر أن هذه التورة سيد سيد أبو علي يعني أنا أرى موجهة نظري زي ما قلت وجهة نظرك وجهة نظري أن لا يعني ما حدث أن لا يدعنا نستنكر الحقيقة للتورة وما قدم هؤلاء الرجال وهؤلاء الشباب من دماء من أجل تورة 17 فبراير شكراً عموماً سيد أبو علي رسالتك أتمنى أن تكون قد وصلت سيد عبد الله بنبغازي أهلاً وسهلاً بك أخي عبد الله السلام عليكم وعليكم ورحمة الله سيد عبد الله الحقيقة أنا بمكلمك عن موضوع التعليم أنا في يا ريت والله الحقيقة الواضح أنه وزير التعليم لقف التعليم أنا شعارة أنا مش بهتين في بنغازي بكل الحقيقة مش نظري لا بكل بنغازي بنغازي رأوا فيها ما لا يقل عن ثلث وكان ليبيا يعني مش تاهل الآن التدريس والتعليم متوقف فيها نهائياً في بنغازي في كافة مدينة بنغازي في مدينة بنغازي لا يمكن أن يكون في تعليم لأنه ما فيهاش استقرار أمني قاعدة واضح يعني جميع أول مرة يعني معظم أهل بنغازي هجروا وأخرجوا من داخل بنغازي يعني داخل بنغازي نفسها ما فيهاش استقرار هي بنغازي نفسها في داخل العائلات الموجودة عائلات بسيطة لموالين طبعاً للطاغوت حفتر نعم ماشي فيه ناس خارج بنغازي اللي مشوا المصراتة واللي مشوا الجيهة الشرقية وفيه حتى من موالين حفتر خروجه ومشوا الجيهة الشرقية ومشوا الأماكن أخرى أبعدت مجموعة بسيطة في بنغازي مجموعة أخرى حول بنغازي الاشكالية مشان الاشكالياً لا يمكن بأي حال من أحوالها تمر في التعليم وتدير دراسة صحيح عائلات الكلام واضح واضح نعم فيه ناس الضحي قاعدة بدماءها من أجل بنغازي الضحت بأعمارها يعني مه مش بنحملين نفسنا على مستوى ليبيا أن نوقف التعليم لعام واحد فقط لو خسرت خسرته بقيل ناه يعني ناس الضحي برواحها نعم نفسه تخسر أنه الضحي تبسأ بعام دراسي واحد المفروض الدراسة الصحيح أن الدراسة وقفت على مستوى البلاد على مستوى ليبيا لأن المعظم يعني نقول لها خلال الممكن لا ماكن فيها استقرار الآن في الدراسة لا تتعدى مصراته أو طرابلس صراحة الصدق يعني أنت تشوف قاعد في الجنوب الجنوب حتى هناك شيء ما فيه استقرار أمني ما فيه دراسة إلا فيها ماكن حتى وفيها ماكن بسيطة وماكن قليلة يعني نعم صحيح الضحي متوقفة نهيا وبنغازي كيف ما قلت لك هي تساوي ما فيها من سكان ما لا يقل تكون مؤاثرة مع بنغاز تعليم كما أنه فيه ملاحظة أخرى فيه ناس من اللي بيضحه حاول أن تختصر سيد عبدالل أسأل أختصر لك وجبهات فيهم طلبة راوه في الثانوية فيهم طلبة في الثانوية يعني هم هوش سر صحيح نظمت بيشير فيهم بعدين يعني قاعدين مضحيين بعمارهم وبوقتهم وبعدين فيه ناس تسبقهم أخرى قاعدة متريحة بتمشي عام دراسي أرجو من وزير التعليم أن ينتبه الأمور هذه ولاحظها يا أخوان نراه شكرا شكرا أخويا عبدالله بغازي ورسالتك وصلت إن شاء الله إلى وزير و إلى وزير التعليم سيد عبد الكريم من إجدابيا فقدنا عبد الكريم عبد الكريم أنا آسف جدا للإطالة وأرجو من الأخوة المتصلين أن يراعوا الحقيقة الزمن معنى فوزي من بنغازي سيد فوزي من بنغازي أهلا بك وعليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته بالله تول اللي يحكي على الأمن والأمان في بنغازي باقي تول أما ماشيين بخطوة كويسة أساس أنها الدراسة المنزلية ويمتحنوا الطلبة في الانتحانات أنا سمعت أخوي فوزي نعم أنا سمعت أن حتى العائلات اللي هجرت من بنغازي يعني في ضواحي ذهبوا إلى ضواحي بنغازي المدارس يعني استقبلتهم وقامت بتسجيلهم وقامت بالوقوف معهم يعني هل هذا الموضوع صحيح مضبوط مضبوط قاموا بتسجيلهم وبدو حتى في الدراسة وصهموا في الامتحانات وشنو السبب السبب كله من 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 الدواعش وملي كيف اللي يحكيت هو وشنو دار حفتر حفتر جاء حارب للرهاب يعني في بنغازي ما دارش حاجة غلط هو أخوي أخوي خلينا في الموضوع الله يرحم ولديك أخوي أنا من بنغازي وسكار بنغازي يعني وقامت دواعش اللي في بنغازي ما لي يعني يحارب فيهم هو حفتر نعم هو يقول لك أنا طغوت ما طغوت وني مالي طغوت هو اللي طغوت نعم نعم هذه وجهة نظري أخي ما بتحاكم على وجهة نظر ولا يحاكمك على وجهة نظرك ليبي من حق يتكلم نحن 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 نعم نحن 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 يحارب في الرهاب مصح مصبوط محارب شفية ما تقول ليش طوار ما طوار طوار شنو طوار طوار يذبحوا يختالوا يفكروا بالناس انت بتنسف القضية من البداية سيد سيد فوزي قضية التوار التوار موجودون التوار هم من صنعوا ما نحن فيه الآن يعني لا نستطيع أن ننكر أنه لا يوجد التوار عموما سيد فوزي نريد الحديث عن 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 رأيك في تقييم سير العملية نكنت معي على الخط فوزي معنا سارة من سيرت سارة أهلا بيك أيوة السلام عليكم وعليكم السلام اختي سارة فضلي كيف الحال يا قوي الله سلمك ما دهش يا قوي يعني نحكي على الدراسة هنا بالنسبة للسيرت انت عليها نعم سرت هنا نبطة نازحون عرفت فيلي طلعت من سيرت بقلة لشانت وعرفين منطقة سيرت ما فتاها الدواعش عرفت وفتاها تجليب مشاكل واجب الحرب اللي قاية ما في سيرت نعم وخلاص وحنين حق بالنسبة للدراسة هنا في الناس نزحة ما قرأتش عرفت الكتب الزلاعي نزحة نزحة اختصارة نزحة خرجت من سيرت يعني نزحة خار السيرت يعني نعم نعم خلاص وفي ناس معناها تسجرة قادة مستمرت للدراسة ولكن الناس عائلات ما بعضها لأن المناطق لفها الدواعش الناس كلها طلعت منها فهمت ونفقاتين معناها لاجئون وعائلات وكذا من كل أقل شيء يساعدهم في الدراسة في المسارية وخصص الامتحانات هما دخلوا خشوا الامتحانات طول بدون مناها عطوهم حصص عطوهم مناها تعليم هلبة بشي خشوا الامتحانات عرفها نعم ولكن كيف هي الدراسة الآن الآن مفروض وزارة التعليم تدير حل للطلبة بصراحة يعني يساعدهم ما قد شيء من وجهة نظرك كيف نحل اختصارها ورزبوا مفروض في دور ثالث بصراحة بالنسبة للسرط الحظ لأن بصراحة الوضع مش تمام هنا في سرط والدوائش المسيطيني فيه أماكن مفكرينها خاصة هنا انتوا عارفين هالسرط الأماكن المفكرة الآن صحيح شكرا حتى نناها للوزارة التعليم تديرهم حلول لأن مفروض لهم حتى دور ثالث لو فيه نعم وصل وصل صوتك و إن شاء الله يكون وصل للمسؤولين يعني ومن في أن يستحتي دور ثالث ولسية من المناطق كمدينة سرط عموما شكرا أختي سارة من سرط معنا سيد دريس من الخمس دريس أهلا وسهلا بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد دريس تحية لك ولمشاهدين بن راما ويا سيد محمد بالنسبة للموضوع التعليم نظلم فيه ناس واجز سيد محمد نظلم فيه توار لتوهيد يعني توار حتى التعليم حتى توار والظلم والتعليم المعلمين وإنه حتى أصبحت عندهم ربكة والظلم والطلبة وأنا واحد من أولياء الأمور السنة اللي فاتت كنت الراجع فيه بتوى الله السنة من دري عليهم العيان إن شاء الله ميريجحوا خلاص لأن الظلم والناس واجزة وتوى اللي يقول هذا اللي يقول التوار شندقالهم التوار حمو الطلبة والمدارس والأمن والأمان اللي يسير في المدارس له لفضل الله والتوار أرى المدارس بسبب سنة من السنة بواحد يعطي الحق للناس وبالنسبة للتعليم والله يجاهدوا المناطق المهجرة جوا وبدوا فيه نسل القراية وقبلوهم ودرروا امتحانات وحاولوا في حلول اجتهادات أصابوا عندهم أجر أصابوا عندهم أجرين أقطوا عندهم أجر يعني الله غالب ولكن القول المنطقة الشرقية بغادي إن شاء الله ربي يفك الأصر وإن شاء الله الله العلي العظيم افتراضها وقاش في الدماء وقاش في الطلبة وأي مسؤولية فيها هو يتحملها والذي يدفعوا عليه الأبواق اللي يدفعوا عليه التحمل ومسؤولية الدماء والتحمل ومسؤولية أطفالنا حتى في المدارس يضربوا فيهم حتى للساكنين مش اللي يقرؤ الله غالب نحن إن شاء الله ربي في قصرنا وإن شاء الله ربي يحل المسؤولة في بنغازي ويردوا كيف مكان وراهم نظلموا المعلمين نظلموا والطلبة نظلموا أولياء أموروا والحاجة الأخيرة كيف مدارة الأقتل اللي بسرت في مشكلة سرت ومشكلة غليان اللي تعزلت قناية ومشكلة الطلبة اللي يوقفوا القيد بتاحهم إن شاء الله يجروا لهم حل وقاعدين في الجبهات بارك الله فيهم وإن شاء الله ربي ينصرهم في طلبة في طلبة في الجامعة في التنوية وقفوا قيدهم ومشيوا لجبهات لنا الشباب يقعدوا في القهاوة ويقعدوا ما هو شمع الدين والله غالب هذه واقعة لازم نقولوه يجروا لهم حل وزارة التعليم يجري حل وإن شاء الله ربي ينصر فجر ليبيا وينصر ليبيا وينصر الحق إن شاء الله بارك الله فيكم معرفة علي طلبة شكرا شكرا سيد دريس لم تطل سيد دريس شكرا جزيلا لك معنا سيد علي بنغازي علي مرحب تيم بك أهلا أخوي علي تفضل طبعا أنا ما نبيش نعقب علي طبعا أنا در نصور هذي بش كل الواحد يحكي علي حريته علي راحت أو هذي هي الديمقراطية اللي نحف علينا نعم تفضل أخوي علي ما نبيش نعقب على الكلام اللي يتوى أظه يقول لك ربي ينصر فجر ليبيا كل الواحد في رأسه فكرة عرفت بارك الله فيه صح نعم 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 أخوي علي خلال في حين بارك الله فيك أنك مقتنع أن كل واحد في فكرته كل واحد مسؤول عن فكرته يعني مش الفكرة هي المسؤولة عنه نعود إلى عملية سير التعليم في بنغازي يعني سيد علي الوضع في بنغازي التعليم 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 شرايك أنت في التعليم في بنغازي الصدق ومانا يا أخوي طبعا أنا نعم واحد من صور 17 فبراير نعم أهلا بكم تمام بصدق ومانا يعني إنت إخنا في بنغازي إنت إخنا ما حقناش ما حقناش الضي ما حقناش الحياة ننجا خاش جيش بنغازي بصدق ومانا يعني ما نجملكش في شي نعم نعم تفضل أخوي نين جه الجيش كنت قل لك هذا يفجر ليبيا أنا نقول الجيش يعني لولا الجيش ما مش قلنا مش قلنا مش حترد عليه وقلنا هنتكلموا عن التعليم أنا نبي التعليم كيف في طرابلس المدارس يقرن الطلبة يقروا تعليم يا أخويا نحنا معاش نبوها لقراية معاش نديروا بينا نشهاية ما الناس المتعلمة خربوا البلاد هم اللي دمروا البلاد معاش نبوه تعليم نبوه جاهليم بس عندنا كرام وعندنا حرية بس فقط لغير نعم أخوي عليم بنغازي شكرا جزيلا لك مشاهدين يا كرام نصل الآن وصلنا إلى هذا الفاصل ثم نعود الصبر الصبر 17 فبراير ثورة التكبير ستنتصر الله يرغاها الله يرغاها ادعو الله يرغاها مشاهدين أهلا بكم مرة أخرى بمن التحق بنا أهلا وسهلا من جديد هذه الفقرة سنخصصها لقراءة بعض ملاحظاتكم أو ردودكم على صفحة القناة بانوراما الناس نبدأ أولا مع أبو معاد المسلاتي الحديث عن العملية التعليمية في بلادنا شائك وطويل فأربعة عقود ويزيد من الاستهداف المتعمد لها من قبل المقبور جعلها تسير بخطة متعثرة ومن الأشياء التي أثرت سلبا على العملية التعليمية عدم استقرار المناهج وانعدام سياسة الإعداد والتقديد وكذلك إخضاع المناهج لتوجيهات النظام وزارة التعليم في أغلب الإحيان وكما هو الحال مباق الوزرات إلى أناس غير مؤهلين فالمؤهل المطلوب في تولي الوزارة هو الولاء للمقبور بصرف النظر عن أي شيء آخر أيضا تقول وسيلة إن كان هناك نجاح العملية التعليمية في طرابلس فالفضل لله ثم لثغارنا ولأعضاه التدريس الذين رغم معاناتهم ما زالوا في أعمالهم رجاء نريد حلقة خاصة عن معانات أعضاه التدريس ليس من ناحية المادية في حسب بل من ناحية المعنوية المعلم أو المعلمة مهضومة حقه أو حقها هناك شكاوي يرمى بها في سلات المهملات من قبل مسؤولي التعليم وعلى رأسهم الوزير الحالي الذين تمنى تغييره أيضا يقول منير التعليم من أهم أنواع التنمية البشرية وهو الوصفة التي سارت عليها كل الدول والشعوب وحتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تطور وتقدم غير أن التعليم في ليبيا مازالا متخلفا عن نظيره في العالم الفوناس تقريبا يقول العام كلها حرب شن بتقيم بالضبط 14.5 ولا الهاوزر طالب تو يميز صوت الدوشكا من 32 وتقول لي قيم تينيري تقريبا ليبيا تقول بالنسبة للقلعة تحليل تحليل مشي حالك لأن المدرسين أغلبهم هاجروا ولم يرجعوا حتى بعد استقرار الوضع على الله يكونوا في عونكم يا طلبة إن شاء الله بالنجاح بدر الليبي يقول الحمد لله أحمد النجار كل الشكر إلى ضواحي مدينة بنغازي التي ساعدت أهالي الطلبة وإجراء الامتحانات لديها وكذلك الشكر لتعليم بنغازي الذي استطاع أن يعيد دراسة وتسجيل الطلبة بدل العام حتى لو كان الوقت متأخر ولكن أفضل من ضياع العام كله كانت هذه كل الردود التي وردتنا على صفحة الحلقة نخرج ونشاهد هذا الاستطلاع مع قرب نهاية السنة الدراسية برأيك كيف تقيمين سيرة العملية التعليمية في المدينة؟ والله شو ما نقول لك بالنسبة لتعليم الحاليا رب يكون في عون أولياء الأمور وحتى المدرسات والمدرسين الحق يعني كتقييم كمناهج كويسة بس مش في قدرة المدرس ولا قدرة استيعاب يعني المدرس ما يعطيش ما يوصلش المعلومة الصح لأنه هو نفسه مش فاهم المنهج التقصير طبعا يرجع لي منه للمسؤولين على التعليم ما دروش دورات تعليمية ولا زي ما تقول شو ما يقولولها ورشات عمل باش يعرفهم يعني طرق تدريس بالضبط طرق تدريس المنهج نفسه لأنه هو المنهج ممتاز لا غبار عليه لكن كمدرسين صراحة مش وصلين للمستوى المنهج هذين الحقيقة التعليم في المدينة لا زال يتدبد بحقيقة من خلال بعض القرارات الفجائية والعشوائية أراها كمواطن وليس كمتخصص طلبة التنوية حاليا يعاني من بعض الإشكريات أنهما على أبواب امتحانات الفصلية الثانية خاصة التنوية العامة بس نسبة شهادة التنوية وأيضا يفاجئ بإلغاء مواد أو إضافة مواد أخرى هذه شوية عرق للعملية التعليمية أيضا المنغصات الأخرى في الاستثباب بالأمن التعليمي أمن المؤسسات وزارة التعليم لازالت مطالبة بإحاطة هذا الموضوع بكثير من الأهمية وبكثير من الاهتمام وبكثير من الجهد لأن أمن المؤسسات التعليمية أمن الأستاذ وأمن الطالب يرسخ العملية التعليمية ويعطيها الفرصة لتقوم بذورها على أكمل وجه والله يعني نشوفه متدني تعليم يرجع إلى تقصير في الوزارة الوزارة متقصرة في التعليم سير التعليم في مدينة طرابلس سار تعليم في هذه السنة بطريقة لنقول أنها الطريقة المثالية ولكن طريقة جيدة أن وصل التلاميذ أو الطلبة هذه السنة إلى أخذوا كل المناهج المقررة المناهج الدراسية بالرغم من أن قريبين من هذا المجال في مجال التعليم سوى التعليم الأساسي والمتوسط أو حتى التعليم الجامعي باعتبار ما تعاون في أستاذ العلام في الشامعات الليبية أن الطلب أعطينا كل المقررات التي يجب أن ينتخذها الطالب في هذه السنوات بالإضافة للتعليم الأساسي أننا وأبنائنا وأخوتنا أننا مدرسون في هذا المجال فأخذوا كل المقررات التي قرر على التي تم تخريرها من وزارة التربية والتعليم فأهم أنه العام الدراسي بطريقة جيدة بناء أو نظرا لما تمر به المدينة أو البلاد في هذه الوضع نعم ولكن هناك تقصير بعض الشيء إلى من ترجع هذا التقصير؟ التقصير لن نرجع لجهة معينة نرجع لتقصير هذا الوضع الذي تمر به البلاد من الوضع الأمني هو التقصير والله يقيب حاجة مدنية مستوى سيء من حيث الطلبة ومساعدات خزلينا ومساعدة دراسة حاجة تعملي والله شب نقول لك يا أخي والله إن شاء الله يهتموا بيه التعليم أكتر وأكتر لأن شب نقول لك في الجامعة ولا ينفيش اهتمام بالطلبة وحتى المناهج قصدي تعتبر المناهج ضعيفة إن شاء الله يهتموا بيه مستوى التعليم كويس إن شاء الله في البلاد والله المناهج متدني ألبا وقديمة وطبي التحديد من جديد نرحب بكل من شاهدنا وبكل من التحق بنا في هذه اللحظات نبدأ مع سعاد من سرد أهلا نختي سعاد سعاد نعم سعاد من سرد نعم سعاد ناخد ضو سيد ضو من الرياينة أيها سيد محمد أهلا وسهلا بك خوي ضو أهلا وسهلا بك تفضل سيد ضو على موضوع التعليم على التعليم نعم يعني تقدر تقول قيم التعليم يعني كنسبة من المخبول الجي يعني هذا في يعني في الرياينة أو في ليبيا كلها موجهة نظرك والله هو وجهة نظري في ليبيا كله ولكن هناك في الرياينة نعتبرها من المقبول الجي هذه أول حاجة نعم نفس الشيء بعدين فيه يعني بعض المتزمات التعليمية يعني تقياها يعني ما فيهش بالكامل خاصة هو في الأحداث تقياها معامل مدرسية يعني يبدأ من المعامل المدرسية يعني جميع المستلزمات يعني ناقصة على المدار المعامل يعني ناقصة بشكل كبير قصدك بالضبط الثانية اللي هي الموظفين أو الناس اللي كانوا يعني اللي في التعليم يعني ناس غير مؤهلة تربويا تجاه واحد تقصص صناعي واحد دكتور بيطري واحد قانون المفروض يعني الدولة يدير جراء السهل في عملية النقل يعني واحد ما متخرج من الزراع يعني في التعليم صحة معي والمش معي نعم معك معك خوية يعني شخص تقصص دكتور بيطري شخص تقصص تبريل تكييف يعني هذا اللي هي مثل عملية التعليمية في أي صلة نعم يعني المفروض الدولة يعني تسهل في مواضيع النقل يعني شخص خاصة مثل ما تقول تبريل تكييف يتقل للقوة العاملة وهكذا نعم يعني أنت بشكل عام يعني تعطي التعليم في ليبيا بشكل عام من مقبول إلى جيد اكي طراحة نعم وشهة نظري ويعني نعم شكرا خوية ضو من ريائنا شكرا جزيلا لك سالم من سبها أهلا وسهلا سيد سالم سيد سالم أهلا وسهلا سيد وعليكم السلام وعليكم السلام سيد سالم تفضل أنحي هذه القناعة الموقرة أنحي هذه القناعة الموقرة نعم التي تم هموم المواطن نعم نعم خوية سالم وترفع من السواه نعم خوية سالم نتحدث عن العملية التعليمية في سبها كيف تسير يعني نقول جيد إن شاء الله يعني الطلبة متريحين يمشوا المدارس وحيقشوا الامتحانات إن شاء الله إن شاء الله نعم أخوية سالم يعني يشكر الوضع تقول أنه جيد يعني ليس ممتاز جيد جيد إن شاء الله يعني شكرا أخوية سالم من سبها شكرا جزيلا وصلت رسالتك سيد سالم معنا أبو بكر من سبراتة أبو بكر أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أخوية محمد الله يبارك فيك إذا أعلى برنامج إن شاء الله الله يبارك فيك أخوي أبو بكر تفضل نتحدث عن التعليم في مدينتك في سبراتة الآن والله بالنسبة لي سبراتة إن شاء الله التعليم كويس لما أقول لدرجة الماء لكن هل التأثيرات هل نعم نتحدث تأثيرات الحرب هل طالت المدارس أغلقت أو نفسيات الطالب والطالبة نفسيات فيها شوية تعقيد من ناحية بالتأكيد تتأثر من هذه الحروب الدائرة نعم تأثر من هذه الحروب الدائرة والمشاكل الموجودة فيها حتى طبعا المشاكل المادية التي تأثر حقيقة أنه تأثر على الطالب المشاكل الاقتصادية الاجتماعية كلها مؤثر على الطالب لذلك إن شاء الله نصل الله السلام من المساكل إن شاء الله ربي هم البلاد ويد باد إن شاء الله تتنحى هالحروب وإن شاء الله الأخوة يتم إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أمين أخي أبو بكر من صبراته شكرا جزيلا لك يبدو أن سعاد عادت الاتصال سعاد من سر أهلا وسهلا بك سعاد هناك مشكلة أختي سعاد في الاتصال الحقيقة أن التعليم يعني كما سمعنا من كافة المتصلين أن يعني بعض المدن هناك فيها حروب بعض المدن يعني أولقت فيها المدارس نازحة منها المدرسون والطلاب ولكن بعض المدن الآمنة يعني هناك دراسة يعني بالنسبة للعام الدراسي بدأ وسينتهي إن شاء الله في وقته وليس هناك مشاكل ولكن هؤلاء كلهم يقولون بأن الإشكالية في التعليم الإشكالية في المنهج الإشكالية في زي ما قال خونة من السبراتة أو الرياينة ربما نقص في الأدوات يعني كالمختبرات الدراسية والكتاب المدرسي يعني بعض هذه الإشكال الإشكالات نرجو أن تتفدها وزارة التربية والتعليم بنت ليبيا من زوارة أهلا وسهلا بك أهلا بك السلام عليكم وعليكم ورحمة الله تفضلي أختي أول شي نترحم على شهدان ونحايل اللي دعا ونبي نقول تسمى التعليم في زوارة إن شاء الله للوزارة وقفة للتعليم الوزارة وقفة للتعليم يعني الوزارة هي النجحة للتعليم في زوارة ما عندنا نعم نعم نبي نكلم حاجة تانية خاطر الموضوع سمحني معليش والله أنا لا أحب أن نخرج خارج الموضوع أختي باهي معليش يعني لو سمحت يعني باختصار في كلمتين يعني يعني يكون الكلام منطقي وعقلاني منطقي إن شاء الله نبي نرد على أخونا من العليلي من بنغازي والبنت اللي من سرس وين هم الدعش وين هم الدعش وين هم الدعش باهي حني أصلا حني حجر ليبيا مستخرين بصغارنا وولادنا وابطالنا وين هم الدعش باهي تحية 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 فخر واعتزاز ونصر لأبطالنا فخر فجر ليبيا نعم أختي أختي بنوضح لك نقطة بعدما خرجتي أختنا من سرط بارك الله فيها اللي اتصلت يعني هي بالفعل هناك الدولة في سرط ويقاتلها توار فجر ليبيا في 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 سرط فهي يعني هي موجودة هذه الدولة في سرط والآن قاتلوها أبطال جماعة كرامة جماعة حفتر أي نعم باهي الحفتر الجباني اللي ما خلاش حدي منه هو ما يقاتلاش ومنه هو ما يحارباش نعم نحس بي الله ونعم الوكيل في الثيورة نعم هذه الساعة بإذن الله بإذن الله اقتربت اللي هو ربي بدمرة باهي تحية فخر واعتزاز لأولادنا الأبطال ونأشوش شكرا أختي بنت ليبيا من الزوارة شكرا جزيلا لك معنا عوض من المساعد سيد عوض أهلا وسهلا بك مرحبا أخبارك يا أخوة محمد أهلا سيد عوض تفضل بالنسبة للعملية التعليمية أنت تحكي على العملية التعليمية العملية التعليمية في هالأربع سنوات اللي فيه نصورة عملية متدنية لا في منطقة آمنة لا فيها حروب لا فيها هذه لا فيها لا فيها أي نوع من الحروب ولا فيها أي نوع من الإشكاليات ولكن هناك تقعت من مسؤولية التعليم ومن مدرسين ومن ومن طلبة بالله عليك حتى الامتحانات والحاجات هذه يقري منها على المكشوف تصدقني أن الأربع سنوات هذه هي العملية التعليمية طلعت الناجيل فاشل طلعت الناجيل فاشل ما ينفعناش في المستقبل لأنهم على من تضع اللوم خي عوض حتى الجاهلة منهم الجاهلة اللي ما يعرف شكت بأ мест ما تلقاه쪽 نعم خي عوض على من تضع اللوم تضع اللوم على الوزارة أننا نضع اللوم بالدرجة الأولى على وزارة التعليم نضع اللوم على وزارة التعليم لازم وزارة التعليم يكوننا عندها قوانين صارمة ضد العملية التعليمية لأن هذا مستقبل أجيال يا خي مستقبل آجيال مستقبل ليبيا مستقبل ليبيا في الجيل الصاعد إذ كان هي في أربع سنين طلعت جيل ما ينفعش يقب بعد عشرين سنة إيش مصير ليبيا يا أخوي حرام والله حرام الله نعم مجالك المدنة اللي فيها إرهاب وفيها حروب وفيها ني نص الطلبة ما يقروش يا رجل وكلهم طلعين قريب دروه تعليم عملية وظيفية التعليم دروه عملية وظيفية حتى طلبة اللي بشوا للتعليم يببوا منحة وخلاص كان إن موظف يأخذ أربع مئة بنار موظف تمام تمام يصير منه ما يصيرش منه هذه المشكلة هو نعم خوي عوض لوزارة التعليم فعلى وزارة التعليم تكون شافة شوي في العملية تكون قد الوسولية سيد عوض أنا الوقت انتهى شكرا جزيلا لك خوي عوض من مساعد وشكرا أيضا لكل من اتصل بنا وأدل برأيه في هذا الخصوص مشاهدين بهذا وصلنا إلى نهاية دقائق الأخيرة من هذه الحلقة تصبحون على وطن اشتركوا في القناة